طيب عايزنا يصدق الكلام ده ازاي؟ قلتلكم المدرسة دي احنا في 2017 يا ناس احنا في حرية وعايزين حرية لكن الحرية مسئولية الحرية مسئولية ومش عارف تعليمات للسيد مش عارف عبد الرقوف مدير الامن اللي هو الرجل فيه خلفية مش عارف تعرضه ومش عارف ايه المجموعات من موظف الامن بالترويج لكاومة المهندس محمد طار بل مش عارف ايه ورصد تحركات الكابتل نفس الكلام سبحان الله ده مش بتتوزع ده نفس اللي عرضت لكم بارح ورصد كل تحركات قائمة الكابتل محمود الخطيف في القطاعات والتصدي لأعداءها ومش عارف ايه وتم الاستعانة بن عناصر من خارج النادي بناء على تدخلات من محمود علام المدير التنفيذ السابق والذي يتولى حملة المهندس محمود طار وكانت تعليمات واضحة بترك العناصر الاستعانة بالقيام مش عارف ايه عارفين يا جماعة ولا قد انا بقى هكمل من عندي وعند دخول قائمة المهندس محمود طاهر استعانة بالعبوات النسفة ومصدر مسؤول او شاهد عيان شاف العبوة النسفة تحت عربية المهندس محمود طاهر فمن هنا دخل وهي دخل قائمة كابتن محمود الخطيب فلاقينا القنابل موجودة ايضا تحت قائمة كابتن محمود الخطيب ايه يا جماعة ده ايه اللي والله العزيزي انا ماينفعش اقول غير كده بصراحة اصلا المدرسة دي ما تمشيش معانا احنا الاهلي احنا كبار قوي فهي نفس اللي انا قلتم بارح بتحس اللي هي صالت تحرير واحدة بتخرج من هنا تودي هنا وفيه البص بتاعها اكيد انا عارف لكن ما قدرش اتكلم لكن بقول نبي بلاش الافلام الهندي دي لان هي مش حرب دعوا الاهلي وشأنه وملعونا الانتخابات ملعونا الانتخابات والمصالح اللي هي تودينا للطريق ده ملعونا فعلا لان انا ما شفتش كده فيه حملة انتخابية هنا وحملة انتخابية هنا وده بدكو وده بدكو قناة النادي الاهلي هو مش ملكينا وده بدكو لكن احنا نشوف الكلام ده وتستدعي ناس من الخارج نفس الكلام اللي بتشوفوه ايضا على لو ده مكتوب ومسموع ومرقي وكل ده بتشوفو بينزل كأن قاعدين مع بعض قاعدة نولع الدنيا لك اوه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة